بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا في ظلال آية أنزل الله تعالى على نبيه الآية الكريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الآية 56 من سورة الأحزاب فلما نزلت هذه الآية جعل الناس يهنئون النبي صلى الله عليه وسلم بالطبع كثير من الآيات في القرآن الكريم تشمل الصحابة مع النبي مثل محمد رسول الله والذين معه مثل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلا هذه الآية لذلك نزل الفضل من الله تعالى والعطاء للنبي فقط فقال أبي بن كعب ما أنزل الله تعالى فيك خيرا إلا خلطنا به معك إلا هذه الآية فنزلت آية خاصة للمؤمنين في سورة التوبة في مدح المؤمنين جميعا ومنها التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين يقول عبد الرحمن بن عوف قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لقيت جبريل عليه السلام فبشرني وقال إن الله يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت شكرا لله النبي عليه الصلاة والسلام يسجد شكرا لله تعالى لأن الله تفضل علينا نحن بالصلاة والسلام كرما منه تعالى عندما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فالله تعالى يصلي علينا جزاء على صلاتنا للنبي يقول القرطبي في هذه الآية شرف الله تعالى بها رسوله عليه السلام حياته وموتها وذكر منزلته منه وطهر بها من يجيء بفكرة سيئة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أزواجه إلى يوم القيامة ما تفسير هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يقول الإمام البخاري صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة والصلاة من الله تعالى الرحمة والرضوان ومن الملائكة الدعاء والاستغفار ومن الأمة أيضا الدعاء والطلب من الله تعالى المقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملائكة الأعلى وبأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين وبأن الملائكة تصلي عليه هذا خبر من الله تعالى ثم أمر الله تعالى أهل العالم أجمعين والعالم السفلي والثقلين بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليجتمع له أثناء من أهل العالمين الجن والإنس ومن أهل العالمين العالم العلوي والعالم السفلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رقي المنبر صلى الله عليه وسلم وقال آمين 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 فقيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا فقال إن جبريل قال لي رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخله الجنة قلت آمين ثم قال رغم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له فقلت آمين ثم قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين رغم أنف طبعا هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام يعني لسق بالرغام والرغام هو التراب إذن هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام على من لا يصلي عليه وهو دعاء من جبريل يعلمه للنبي عليه الصلاة والسلام ويخبره بأن الله تعالى يغضب على كل من لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام طبعا هذا أمر من الله هل هذا الأمر فرض أم هو واجب أم هو مندوب أم هو مستحب يقول الإمام الزمخشري الصلاة على رسول الله واجبة ولكنهم اختلفوا فيها فمنهم من أوجبها كل ما جرى ذكره صلى الله عليه وسلم وفي الحديث من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فدخل النار فأبعده الله وقيل يا رسول الله أرأيت قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وكل بي ملكين فلا أذكر عند مسلم فيصلي علي إلا قال ذلك الملكان غفر الله لك إذن كلما صلينا على النبي الله أوكل ملائكة تعيد علينا الصلاة وتطلب من الله تعالى أن يغفر لنا إذن هذه أولا ثانيا منهم من قال أن الصلاة على النبي تجب في كل مجلس مرة واحدة وإن تكرر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك تجب في الدعاء إما في أوله وإما في آخره القول الثالث قالوا منهم من أوجبها في العمر كله مرة واحدة وبالطبع الأفضل نحن أن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كلما ذكر اسمه أما الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه فإنه ذهب إلى أن الصلاة على النبي تجب في التشهد الأخير في الصلاة فإن من تركها لم تصح صلاته عند الإمام الشافعي يا إيوى الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم علمتنا التحيات فكيف نسلم عليك فقال قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بالطبع هذا السلام هو الذي ألقاه الله تعالى على نبيه يوم المعراج يوم زار النبي صلى الله عليه وسلم السماوات العلا ويوم عرج إليها ويوم كان قريبا من المكان الذي ناجى به ربه دخل على حضرة الله تعالى بسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام طبعا يصور لنا كيف دخل في هذا الموقف على رب العزة يقول تذكرت أن كل ملك له تحية فألهمني الله تعالى هذه التحية فقلت التحيات لله الصلوات البركات الطيبات لله هنا رد عليه الله تعالى السلام عليك أيها النبي طلح بن عبيد الله جاء مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والبشر يرى في وجه النبي فقلت طلح قال للنبي إنا لنرى البشرى في وجهك فقال عليه الصلاة والسلام إنه أتاني الملك فقال يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرة ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرة لحظ هذا العطاء من الله تعالى وهذا الكرم من الله تعالى إذا نحن صلينا على النبي مرة نحن صلينا على النبي برة الله يصلي علينا عشر مرات وشتان بين صلاتي أنا على النبي وبين صلاة الله تعالى علي قال القاضي أبو بكر نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الله أصحابه أن يسلموا عليه وكذلك من بعدهم أمروا أن يسلموا عليه عند حضورهم قبره وعند ذكره قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام هذا الحديث صحيح صححه الألباني في السلسلة الصحيحة وعن محمد بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يسلم علي إذا مت إلا جاءني سلامه مع جبريل يقول يا محمد هذا فلان بن فلان يقرأ عليك السلام فأقول وعليه السلام ورحمة الله وبركاته إذن دائما النبي يرد علينا الصلاة والسلام وإن كان ميتا صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله عن عبد الله قال قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمة السلام هذا الحديث حديث رائع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمة السلام هكذا الصحابة تلقوا هذه الآية الكريمة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا هذه نعمة من الله تعالى أن يسلموا عليه وهم رأوه وعاشروه وخالطوه وصاحبوه في كل يوم وليلة فهل نحرم نحن من هذا النعيم طبعا لا الله تعالى أكرم من أن يحرمنا من هذا النعيم لذلك وعدنا بأن إذا صلينا عليه وسلمنا عليه ستصل صلاتنا وستصل سلامنا إليه صلى الله عليه وسلم سأتوقف قليلا الآن من أجل فاصل صغير وأعود إليكم بإذن الله تعالى أعود إلى الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي كيف تفاعل الصحابة مع هذه الآية كيف أخذوها واستشعروا بها ونفذوها وعملوا بمجبها عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال الصلاة على النبي أمحق للخطايا من الماء البارد والسلام على النبي أفضل من عتق الرقاب وحب النبي أفضل من مهج الأنفس أو قال من ضرب السيف في سبيل الله هذا شعور أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه هذا إحساسه بحب النبي صلى الله عليه وسلم كلما صلى على النبي شعر بهذا الحب كلما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم تذكرت النبي وشعرت بأن روحا تأتي من قلب محمد إلى قلبك وبأن طاقة عظيمة تدخل في روحك فتعطيك القوة والإيمان والروح التي نحتاج إليها نحن في هذا الزمان أما أبي بن كعب رضي الله عنه فقال يحدثنا عن رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك يعني ما معنى الحديث يعني إذا أنا جعلت ثواب كل عملي لك يا رسول الله فهل تقبل مني أو ما هو ثوابي أو ما هو أجري فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك لماذا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ما فائدة الصلاة على النبي بالطبع الصلاة على النبي فوائد كثيرة جدا ولا يتسع هذا الوقت في البرنامج لذكرها هنا لكني سأقتطف بعضها فأقول عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها ومن مواطنها أكثركم علي في دار الدنيا صلاة إنه قد كان في الله وملائكته كفاية ولكن خص الله المؤمنين بذلك ليثيبهم عليه انظروا ما أجمل هذا المعنى يعني يكفي أن الله يصلي على النبي هل يحتاج النبي لأن نصلي نحن عليه؟ بالطبع لا إذا كان الله صلى والملائكة صلت فهل يحتاج النبي لصلاتنا؟ النبي لا يحتاج إلى صلاتنا ولكن الله أمرنا بذلك ليثيبنا نحن على هذه الصلاة يعني أنا إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام أنا المستفيدة أنا المنتفعة وليس النبي صلى الله عليه وسلم أحد الشباب جاء إلى أحد المشايخ وقال له أنا دائما اعتدت على لساني أن أقول الله يلعن الشيطان الله يلعن الشيطان فما رأيك بهذا المقولة؟ فقال له الشيخ إنك لو أشعلت شمع أفضل من أن تلعن الظلام أي إنك لو عودت لسانك على الصلاة على النبي وعود لسانك أن تقول اللهم صلي على النبي اللهم صلي على النبي اللهم صلي على النبي أليس أفضل من أن تقول اللهم لعن الشيطان؟ تذكر النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من أن تتذكر الشيطان أستطيع أن أعدد معكم بعض فوائد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرها العلماء أولا قالوا من فوائدها التقرب إلى الحبيب في الدنيا وفي الآخرة ثانيا قالوا أنها سبب لنيل الشفاعة يوم القيامة ثالثا قالوا أنها سبب لكفاية هم الدنيا وهم الآخرة قالوا أيضا رابعا أنها سبب لشفاء القلب من أمراضه وانشراح الصدر يقول الشاعر أحيباب قلبي هل سواكم لعلتي طبيب بداء العاشقين خبير أصوم عن الأغيار طرا وذكركم فطور لصومي في الهوى وسحور فلا تغلق الأبواب دوني لذلتي فأنتم كرام والكريم غفور وجودوا بوصل فالزمان مفرق وأكثر عمر العاشقين قصير كيف عهد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأخذ والعمل بهذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يقول الإمام الشعراني عن لسان الصحابة وعن لسان المؤمنين أجمعين بالطبع قلت لكم أن الإمام الشعراني أخذ أوامر النبي عليه الصلاة والسلام وجعلها كالعهود التي يجب علينا أن نأخذها على أنفسنا ورأى بأن الصحابة نفذوا هذه الأوامر فكأنها أصبحت عليهم عهدا وعلينا نحن أيضا أن ننفذ تلك الأوامر لتكون لنا عهدا فيقول أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة والتسليم على رسول الله ليلا ونهارا وأن نذكر إخواننا في ذلك وأن نذكرهم في الأجر في السواب الذي يعطينا الله تعالى إياه في صلاتنا على الرسول صلى الله عليه وسلم أما عهدنا نحن الآن إن الله وملائكته يصلون على النبي نحن إخوان محمد نحن أحباب محمد نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام نحن الذين نشتاق إلى محمد ويشتاق إليهم محمد حديث جميل أحب دائما أن أذكره وأوعيده عن أنس بن مالك قال كنا في بيت عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأنا يومئذ ابن خمس عشرة سنة فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ليتني لقيت إخواني فإني أحبهم فقال أبو بكر يا رسول الله أليس نحن إخوانك قال لا أنتم أصحابي إخواني الذين لم يروني هذه أول صفة إخواني الذين لم يروني وآمنوا بي وصدقوني وأحبوني لأي درجة قال حتى إني لأحب إلى أحدهم من والده وولده ألا تحب يا أبو بكر قوما أحبوك فبحبي إياك أحبوك بالطبع نحن نحب أبا بكر لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحب أبا بكر ولأن أبا بكر أيضا أحب النبي عليه الصلاة والسلام وخدم النبي فسأله النبي ألا تحب أقواما يحبوك فقال رضي الله عنه أرضاه بلى يا رسول الله قال النبي فأحبهم أحبوك بحبي إياك وقال إن قوما يأتون من بعدي يود أحدهم أن يفتدي برؤيتي أهله وماله النبي عليه الصلاة والسلام يتوقع منا هذا يتوقع منا أننا نفديه بأهلنا ومالنا فهل هذا صحيح؟ هل ننفذ أمر رسول الله رغم أمر أهلنا أو والدنا أو ولد والدتنا؟ هل ننفذ أمر رسول الله إن كان يرضي الله تعالى ونترك أمر من يأمرنا بمعصية رسول الله؟ إذا فعلنا هذا فنعم نحن من أحباب محمد ونحن من أمة محمد ونحن من إخوان محمد الذين يشتاق إليهم محمد أسألك الآن كم مرة تصلي على النبي في اليوم؟ كان عبد الله بن مسعود يأمر الناس ويقول أقل الإكثار ألف مرة أن تصلي على النبي اللهم صلي على محمد النبي الأمي وأيضا كان رحمة الله تعالى عليه الشيخ محمد الحامد يقول إن الصلاة على النبي في اليوم ألف مرة تقوم مقام الشيخ المربي للنفس عند فقط المربي يعني كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لكني أنا أحب صيغة وردت عن الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه وبالطبع ربما نصلي على النبي بأي صيغة لكن لا نعليه عن مرتبة العبودية رؤيا الإمام الشافعي رحمة الله عليه في المنام فقالوا له ما فعل الله بك فقال غفر الله لي بخمس كنت أصلي بهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر هذه الصلوات بالطبع الإمام الشافعي عمله عظيم ملأ المشرق والمغرب ولكن هو يستشعر بأن صلاته على النبي هي التي بفضلها غفر الله تعالى له يقول اللهم صلي على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصلي على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه وصلي على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصلي على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وصلي على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله في الأخير أخذ العهد منكم ومني أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرضى وحتى يرضى ربنا عنا أجمعين أودعكم إلى لقاء في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى